بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بحل تمرين دفتر الأنشطة صفحة 49 حول درس الضرب في 10 في 100 في 1000 إذن لدينا التمرين الأول أكتب حاصل الضرب دون إجراء العملية إذن يعني هنا أقوم بكتابة النتيجة مباشرة لدينا 138 في 10 كم يساوي نلاحظ هنا العدد 138 مضرب في 10 يعني في هذه الحالة أقوم بكتابة العدد كما هو 138 ثم أضيف كم من سفر يا ترى لدينا سفر واحد فقط أضيف السفر إذن 138 في 10 لدينا النتيجة 1380 لدينا 99 في 100 ما تعلمنا في الدرس أقوم بكتابة العدد أولا 99 كما هو ثم أضيف كم من سفر نقوم بالعدد لدينا كم من سفر واحد اثنان واحد اثنان جيد لدينا هنا أربعة في ألف كم يساوي أربعة أقوم بكتابة أربعة هكذا ثم لدينا كم من سفر هنا واحد اثنان ثلاثة أضيف واحد اثنان ثلاثة لدينا ستة وستون في مئة أقوم بكتابة ستة وستون بعد ذلك نضيف كم من سفر واحد اثنان لدينا ستة آلاف وستمائة 87 في 10 طبعا التلميذ هنا رح يجاوب مباشرة بعد ما يفهم الدرس الدرس الشرحت لكم وموجود في القناة لدينا 87 في 10 هنا كم لدينا من سفر السفر واحد فقط أكتب السفر ثم لدينا واحد في ألف نكتب واحد ثم أضيف كم من سفر واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة أو أي عدد نضربه في واحد يبقى كما هو ألف إذا لدينا هنا سبعة في ألف كم يساوي قلنا إذا وجدنا عدد مضروب في ألف أقوم بكتابة العدد كما هو ثم نضيف كم من سفر واحد اثنان ثلاثة أما إذا وجدنا عدد مضروب في مئة نكتب العدد كما هو ستة عشر ستة عشر أضيف كم من سفر لدينا واحد اثنان واحد اثنان أما إذا وجدنا عدد مضروب في عشرة نكتب أيضا العدد كما هو مئة وخمسة هنا لدينا في عشرة أضيف الآن كم من سفر لدينا سفر واحد فقط نضيف هكذا سفر واحد إذا هذا فيما يخص التمرين الأول لدينا التمرين الثاني أكمل ما يلي عدد في عشرة يساوي ألف وخمسون ما هو هذا العدد يا ترى عدد في عشرة يساوي ألف وخمسون قلنا هنا في الدرس إذا وجدنا عدد مضروب في عشرة نضيف بجانب هذا العدد كم من سفر أضيف سفر واحد فقط إذن هنا في هذه الحالة لدينا السفر أقوم بإخفاء السفر هكذا سفر واحد ما هو العدد الذي أظاهر هنا مئة وخمسة إذن أقوم بكتابة مئة وخمسة ببساطة لدينا هنا عدد في مئة يساوي أربعة آلاف هنا لدينا كم من سفر واحد إثنان أقوم بإخفاء الآن كم من سفر أخفي إثنان واحد إثنان ما هو العدد الظاهر هنا وهو أربعون أقوم بكتابة أربعون لدينا هنا ستمائة وسبعون أضربه في ماذا حتى أتحصل على ستة آلاف وسبع مئة نلاحظ هنا ستمائة وسبعون العدد بقي كما هو ستمائة وسبعون ستمائة وسبعون نعم أضفنا كم من سفر أضفنا سفر واحد فقط في هذه الحالة يعني العدد هنا مضروب في ماذا في عشرة مضروب في عشرة قلنا إذا وجدنا في عشرة أقوم بكتابة العدد كما هو وأضيف سفر لدينا هنا عدد في عدد يساوي ألف وخمسمائة وثلاثون أولا نلاحظ كم لدينا من سفر هنا لدينا سفر واحد فقط ما هو العدد الذي رقم وحداته السفر ولقم عشراته واحد وهو عشرة ما تعلمنا من الدرس جيد إذا لدينا عشرة وبعد ذلك لدينا هنا ثلاثة خمسة واحد أقوم بكتابتها كما هي لدينا مئة وثلاثة وخمسون في عشرة يساوي ألف وخمسمائة وثلاثون هنا لدينا عدد في عدد يساوي سبعة ألاف وسبعمائة نلاحظ هنا كم لدينا من سفر واحد اثنان نكتب الآن واحد اثنان رقم المئات ما هو وهو واحد أحسنتم بعد ذلك لدينا سبعة وسبعون لدينا ماذا سبعة وسبعون هكذا ثم لدينا سبعة عشر أضربه في ماذا نتحصل على سبعة عشر بقي كما هو هنا أضربه في واحد أحسنتم إذن نقوم بكتابة واحد هكذا هذا فيما يخص التمرين الثاني لدينا الآن الجزء الأخير بعد انتهاء الفترة المحددة للتضامن مع ذوي الأمراض المزمنة فتح مدير المدرسة علبة التبرعات فوجد ما يليه هنا قامت المدرسة بتنظيم حملة لتضامن مع ذوي الأمراض المزمنة هنا التلميذ أيضا العمال قاموا بالتبرع هنا تبرعوا بمجموعة من النقود ووضعوها في علبة التبرعات قام المدير بفتح العلبة ووجد هنا مجموعة من القطع القطع ذات عشر دينار ذات عشرون خمسون مئة مئتان القطع ذات عشر دينار كم وجد من قطعه اثنان وتسعون عشرون دينار وجد مئة قطعه خمسون دينار وجد عشر قطع يعني هنا في العلبة عندما قام بفتح العلبة وجد قطعه فيها خمسون دينار قطعه فيها خمسون دينار خمسون دينار خمسون 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 هكذا خمسون خمسون وجد كم من قطع عشر ايضا هنا لدينا مئة دينار قطعه تحمل مئة دينار ايضا قطعه تحمل مئة دينار وجد عددها كم هنا 28 مئتان دينار وجد عشر قطع إذن مطلوب مني الآن أحسب المبلغ الذي تبرع به التلامير أحسب المبلغ الذي تبرع به التلامير إذن الآن يجب أن أقوم بحساب هنا المبلغ لدينا قطعة ذات عشر دانانير وجد عددها هنا 92 يعني هنا عشر دانانير تكررت كم من مرة 92 مرة قطعة التي تحمل 20 دينار تكررت كم من مرة 100 دينار جيد قلنا إذا وجدنا تكرار يعني ما هي العملية التي أضعها مثلا هنا عشر دانانير قطعة ذات عشر دانانير لاحظوا تكررت كم من مرة تكررت 92 مرة يعني هنا عندما أجد تكرار أضع عملية في 92 في عشرة 92 في عشرة كم يساوي؟ نكتب في هذه الحالة 92 كما هي ثم أضيف سفر 1 فقط أحسنتم بنفس الطريقة لدينا 20 في 100 20 في 100 كم يساوي؟ نكتب 20 كما هي ثم أضيف كم من سفر لدينا 1 2 1 2 لاحظوا لدينا 50 في 10 50 في 10 نكتب 50 كما هي أضيف كم من سفر 1 فقط الآن ماذا سنفعل؟ نفعل بنفس الطريقة نواصل لدينا هنا 100 في 28 100 في 28 نكتب 28 كما هي وأضيف كم من سفر 1 2 لدينا 1 2 نضيف كم من هنا لدينا 1 2 نكتب العدد كما هو هكذا ثم لدينا 200 في 10 200 في 10 كم يساوي؟ أقوم بكتابة هنا 200 كما هي نكتب 200 كما هي أضيف كم من سفر أضيف سفر 1 فقط إذن الآن قمنا بعد المبلغ لكن لم نكمل بعد لم نكمل قمنا بعد القطع التي تحمل 10 دانانير وجدناها 920 دينار القطع التي تحمل 20 دينار وجدناها 2000 دينار القطع ذات 50 دينار وجدناها 500 وهكذا الآن لاحظوا معي لدينا 920 لدينا 2000 500 2800 2000 مطلوب مني ما هو المبلغ الإجمالي ماذا سنفعل هنا هل أقوم بعملية جمع مع عملية طرح يا ترى أقوم بعملية جمع أحسنتم نجمع الآن 920 زائد 2000 زائد 500 زائد 2800 زائد 2000 إذن كما قلنا الآن نقوم بالجمع لدينا هنا نجمع عامدي تمودياً لدينا لدينا زائد 0 زائد 0 زائد 0 زائد ويساوي ماذا ويساوي 0 أحسنتم هكذا لدينا هنا إثنان إثنان زائد 0 زائد 0 زائد 0 زائد 2 زائد 0 ويساوي 2 لدينا 9 زائد 0 زائد 5 زائد 8 زائد 0 ماذا يساوي 22 إذن ماذا سنفعل نكتب إثنان إذن نكتب إثنان هنا 22 إثنان هنا ونحتفظ بإثنان في الأعلى إذن الآن لدينا المبلغ الإجمالي الذي تبرع به التلاميذ قمنا بحساب أولا عدد أو هنا لدينا نوع القطعة لدينا 10 قطعة ذات 10 دانانير وجدنا 92 ضربنا 92 في 10 920 ثم هنا قطعة ذات 20 دينار وجدنا 100 قطعة قمنا بالضرب ثم قمنا بالجمع وجدنا المبلغ الإجمالي إذن هذا فيما قص حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر